الجزء الاخير في المباراة قهربا انا شايف كهربا كريم معادلة مهمة جدا في خطه جومي النادي الاهلي من ساعة ما انتهى الايقاف في يناير عشرين اول موشبه اصوان يعني اتكلم في عشرين تلاتة وعشرين ميل كامل ايوه صحيح لولا قهربا صحيح كان خطه جومي الاهلي راح في مسافة صعبة اوي انا متفق معك مليون في المية متفق معك جدا والناس حتى يعملوا فلاشباك للفترة اللي انت قلت عليها كانين بداية من ماتشه اصوان في اصوان اول ماتش يلاعبه كهربا بعد العودة من الايقاف المحلي ونشوف فعلا انه هو كل امانة في الموسم اللي كان معاه محمد شريف اللي هو اصلا اصلا مهاجم صريح وده مركزه من الكهربا متوظف كهربا اصلا مش مهاجم صريح كهربا اصلا طول عمره بيلعب جناح ايسر كهربا قدر بكل امانة انه هو يحط نفسه اساسي على محمد شريف فيه فترات طويلة وكان هو رقم واحد في الاهلي حتى ايفين مع قدوم مودست طبعا واضح جدا ان فيه فجوة فيه خط هجوب نادي اهلي لانه مودست بيبدأ اساسي ولوما الكهربا بيبدأ اساسي واضح جدا الفرق في كل حاجة حتى بعيدا عن التهديف بتكلم على التحرقات بتكلم على النجاعة والافادة للفريق كل حاجات كثيرة اوه بصراح فكهربا يبقى المهاجم رقم واحد في النادي الاهلي منذ يناير عشرين تتا عشرين اشتركوا في القناة